في دوامة من الفشل واللاجدوى دخلت العملية السياسية في اليمن بعد ان فرضت الميليشيا صوت السلاح ومنهج القوة في استيلائها على الدولة ومن يومها اصبح الحديث عن عمل سياسي مجرد حبر يسيل على الورق وان تعدى ذلك فهو لا يخرج عن طور المناكفات تارة وتارة اخرى في طلب المجتمع الدولي الضغط على الميليشيا بان تجنح للسلم وتلك هي كل الخيارات التي تعمل عليها الشرعية اما الانقلابيون فقد اصبح موقفهم واضحا برفض تقديم اي تنازلات من شأنها انقاذ الوطن من دائرة الهلاك وهو ما يفسره الكثيرون بان الانقلابيين ليس لديهم حق التصرف والقرار وانهم مجرد اداة بيد اطراف من خارج الحدود وفي ظل هذه الدائرة المفرغة من اي انجاز تدور المواقف والتطورات السياسية منذ عامين لعل اخرها العودة الحزينة للمبعوث الاممي على حد وصف المبعوث نفسه وذلك بعد ان فشلت مساعيه الاخيرة في صنعاء على الارجح وعلى الطرف الاخر نفى رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر تسلم الحكومة لاي مشروع اتفاق او رؤية للحل من قبل المبعوث الاممي مؤكدا بان الحكومة ستتعاطى ايجابيا مع اي جهود للسلام تأتي ضمن المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرار الاممي اثنين وعشرين ستة عشر وهو ذات الموقف الذي خرج به الرئيس هادي مؤخرا غير ان بن دغر اضاف على ذلك تجديد اتهام حكومته لاستمرار ايران في تقديم الدعم للانقلابين عبر تدريب مقاتلهم في ايران ولبنان علاوة عن تزويدهم المتكرر بالسلاح